موسيقى خلال مباحثات تتقم مع نظيره الصيني الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة مبادرة الحزام والطريقة والابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات تتصدر مجالات مذاكرات التعاون المشترك بين مصر والصين والاحتلال يكثف غاراته على رفح الفلسطينية وواشنطن تعتبره لم يتجاوز الخط الأحمر الثلاثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية المفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم شدد رئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف الحرب في غزة مؤكدا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الأصعضة الإنسانية والأمنية والسياسية جاء ذلك خلال مباحثات القمة التي عقدها الرئيس السيسي مع رئيس الصيني تشجامبينجا بالعاصمة الصينية بكين حيث اتفق الزعيمان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في قطع غزة ورفض التهجير القصري للفلسطينيين خارج أراضيهم وأكد الزعيمان أن تطبيق حل الدولتين هو الضمان الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن المباحثات تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثلائية تزاملا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات ما بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة مشيرا إلى أنه قد صدر في هذا الإطار بيان مشترك يفصل مجالات التعاون والتنصيق خلال المرحلة المقبلة بما في ذلك الإعلان عن عام الشراكة المصرية الصينية الذي سيشهد العديد من فعالية التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي ما بين البلدين وأكد متحدث الرئاسة أن مباحثات القمة تناولت رؤى البلدين بالنسبة لتطورات الدولية والإقليمية فضلا عن الأوضاع في القارة الإفرقية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التلموية حيث حرس رئيس السيسي على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري وعقب مباحثات القمة شهد الرئيسين السيسي وتي جامبينغ توقيع عدد من الاتفاقيات كما شهد الزعيمين التوقيع على عدد من مذكرة التعاون المشترك في العديد من المجالات من بينها قطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مكان الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات بالإضافة إلى عدد من مجالات التعاون الأخرى هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي في وقت لاحق برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر هذا وجرت مراسم استقبال رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلى ساحة قصر الشعب الرئيسي بالعاصمة الصينية بكينة حيث استعرض الزعيمان حرس الشرف وعزفاء السلمان الوطنيان للبلدين موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة استراتيجية مهمة العلاقة بين الجانبين تقوم على التفاهم والمشاركة وتحقيق المصالح المشتركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شركة صينية في التعاون في مجال النفط والغاز أما في التطوير الصناعي تأتي منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين حيث يوجد بها حاليا ما يزيد على 140 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية بحجم استثمارات يتخطى نحو 3 مليارات و300 مليون دولار وتوفر فرص عمل تصل إلى أكثر من 10 ألاف فرصة كما بلغت عدد الشركات الصينية التي تستثمر في مصر نحو 2418 شركة بحجم رأس مال يقدر بمليار و100 مليون دولار إذن حراق كبير تشهد العلاقات بين مصر والصين لا سيما بعد انضمام مصر إلى تجامع البركس الأمر الذي يمثل أهمية اقتصادية بالغة للدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رحب حضراتكم في هذا المؤتمر الصحفي والحقيقة النهاردة المجلس الوزراء في اجتماعه ناقش الحقيقة مجموعة من الموضوعات الهامة جدا ويمكن الحقيقة تطرقنا في بداية الاجتماع المجلس للموضوع المحوري الحقيقة كنا تكلمنا فيه وكت منذ يومين اتكلمنا فيه في مؤتمر صحفي في مدينة الإسكندرية وهو الخاص بمنظومة الدعم وكيف نبدأ في زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف أولا تقليل بعض أو قليل جدا من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة جدا في هذا الملف وإزاي ان احنا نضمن ان هو يصل حقيقة لمستحقية والأهم ان احنا كيف وإحنا بنعمل أي نوع من الزيادات لتكون بأقل ضرر وبأقل وطأ على الفئات محدودة الدخل وده هو هدفنا لأن الحقيقة بمنتال أمانة أنا تبعت طبعا ردود الأفعال على مدار اليومين منذ عقد المؤتمر وكنت حريص جدا على أن أنا استمع للأرائل كلها بكل أطيافها عشان نسمع وجهات النظر وتاني يمكن أحابب أن أنا أقول أن بعض اللي استمعت إليه كما لو كان أن الدولة يعني عايزة تخرج من الدعم خالص وأن الدولة بصدد أنها تلغي الدعم وهذا ليس صحيحا على الإطلاق الدولة تانية أنا بأكد الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم وبالذات في السلع الأساسية اللي بتمس حياة المواطن وكل اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله ان احنا كيف نرشد من هذا الدعم عشان نقدر كدولة ان احنا نستمر في تقديمه لأن كل ما بتزداد وضع هذا الدعم وبتزيد علينا بيؤثر في الخدمة نفسها وده اللي احنا كنا بنقوله حتى لما جينا ضربنا مثلا بموضوع الكهرباء ان نتيجة لأن الدعم بقى زائد عن قدرة احتمال الدولة اضطرينا نلجأ إلى تخفيف الأحمال وعشان كده يمكن احنا طرحنا عشان نأكد ان وجهة نظر الدولة وتوجه الدولة هو استمرار الدعم ان احنا نبدأ نطرح للحوار الوطني والحوار المجتمعي فكرة التحول لدعم نقدي لان كل الخبراء اللي سألتهم وبعد معاهم وبعد استمع اليهم انا بتكلم على خبراء اقتصاديين كله بيؤكد ان لا سبيل علشان نضمن استدامة هذه المنظومة ووصولها فعلا لمستحقيها ان يكون هذا الموضوع يتحول بدل ما هو دعم عيني إلى دعم نقدي تستفيد منه الاسر المصرية المستحقة لهذا الدعم وعشان كده تاني انا بأكد من خلال هذا المؤتمر ان احنا فعلا يعني بنوجه الدعوة للحوار الوطني وكل الخبراء ان يبدأوا فعلا في مناقشات جدة جدا بتضع خطة واضحة جدا للدولة وللحكومة كيفية التحول اذا ثبت جدوة هذا الموضوع كيفية التحول للمنظومة الدعم النقدي بدل العين علشان هو ده السبيل الوحيد فعلا ان يبقى فيه مبلغ مناسب جدا للأسرة المستحقة تقدر كل رب أسرة يشوف ما هو أولوياته ويستفيد من هذا الدعم بهذه الطريقة وتاني بأكد الرقم ده مش هيبقى ثابت بالعكس هيبقى هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم بزيادة بعض الأسعار العالمية تمكن الدولة انها كل شوية تقدر تزود الرقم الإجمالي لهذا الدعم وبالتالي يفضل المواطن مستفيد بالدعم ده ما يتحولش مع مرور الوقت ان يبقى رقم قليل فعشان كده مرة أخرى بأكد ان شاء الله احنا بنستهدف ان نصل الى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام او بنهاية هذا العام اذا تم اقراره من كل هذه الأليات للحوار المجتمعي والحوار الوطني والخبراء نضع معا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلا التطبيق الفاعل لي ان شاء الله اعتبارا من موازنة 25-26 انا نعي تماما ان ملف الدعم دائما هو ملف شائك ويمكن يعني دائما بيبقى نعي تماما انه بيبقى بيلقى عدم قبول ولكن لازم نحن كلنا في اطار الاصلاح الاقتصادي للدولة ان احنا نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح علشان نبقى عارفين كويس ان قدرات الدولة المصرية قدرنا ان احنا على مدار العامين الماضيين نتحمل اقصى قدر ممكن ولكن النهاردة لازم ببساطة شديدة وبهدوء وبتدرج نبدأ نتحرك في بعض السلع والخدمات علشان نكون قادرين على استدامة تقديم الدعم وتقديم هذه الخدمات بافضل تصورة ممكنة للمواطن المصري الحقيقة النهاردة مجلس الوزراء ناقش شيء مهم جدا في اطار عملية الترشيد وهي موضوع الخبز المدعم وهذا الملف انا عايز اقول لحضراتكم لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ اكتر من 30 سنة منذ اكتر من 30 سنة لم يتم التحرك في هذا الموضوع على مدار 30 سنة سعر الخبز تضاعف مش عايز اقول كم مرة يمكن عشرات المرات منذ يعني او عدة مرات منذ وقت ما كان من اكتر من 30 سنة كان سعره قدقيه على الدولة والنهاردة وصل لسعره قدقيه وبالتالي الكلام ده حمل الدولة اعباء مالية اصبحت متزايدة بصورة كبيرة جدا وبالتالي كان كل هدفنا ان احنا مجرد نقلس هذا الدعم بصورة قليلة وزي ما انا شرحت الحقيقة لحضراتكم ويمكن معالي الوزير حيشرح بالتفصيل بعد ما تكلم تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية النهاردة هو جنيه وربع جنيه وربع وبيتباع النهاردة بخمس قروش وبالتالي الدولة بتتحمل مية وعشرين قرش على الرغيف الواحد فالرقم ده مع متوسط في حدود الميت مليار رغيف في السنة بنتكلم اكثر من مية وخمسة وعشرين مليار او مية وعشرين مليار جنيه النهاردة دعم للخبز فكان لازم النهاردة ان يحصل تحريك في هذا الجزء لمجرد تقليص الدعم وبناء على هذا الكلام اتخذ مجلس الوزراء النهاردة قرار برافع سعر الرغيف الخبز المدعم الى عشرين قرش اعتبارا من بداية الشهر معنى هذا الكلام لما نطرح من الجنيه وربع العشرين قرش ما زالت الدولة بتدعم مية وخمسة قرش للرغيف عشان يبقى الامور واضحة لكل الناس ما زال حيبقى حجم الدعم اللي موجود حيبقى حوالي في حدود المية وخمسة مليار جنيه وبالتالي احنا كل اللي بنعمله فقط ان احنا بنحاول نرشد شوية من حجم الدعم اللي ملقى على عبء الخزانة العامة علشان نقدر ان احنا نضمن استدامة تقديم الخدمة وتقديم الدعم مرة اخرى نعي تماما ان هذا الموضوع ممكن يكون ليه يعني عدم قبول والموضوع لملف شائك وعدد كبير من الحكومات كانت بتحاول انها او تتحاشى انها تتحرك فيه ولكن احنا شايفين النهاردة حجم فطورة الدعم اللي بقت موجود على الدولة المصرية وكان لازم ان احنا نبدأ نتحرك باقل قدر ممكن عشان نضمن تاني استدامة الخدمة واستدامة تقديم الخدمات وبالتالي ما زال الدعم وبأكد عليه الدعم ستظل الدولة تنحاز للفئات المستحقة للدعم وحيفضل الدعم موجود احنا عايزين يبقى هناك منظومة اكثر كفاءة واكثر استدامة وتكون النهاردة مطروحة للحوار المجتمعي ويخرج بها كل الخبراء ويقولوا هلنا للحكومة عشان تقدر تنفزها ولكن في اطار التصور ان احنا عم يحتاجين نتحرك تدريجيا في بعض السلع والخدمات كان بدأنا بهذا القرار الخاص بالخبز المدعم واترك لمعالي وزير التموين انه يشرح لحضركم التفاصيل بشكر حضراتك جدا ومرحب السادة الهلاميين وبنشكركم على تواجدكم معنا عايزة اقول بعض الحقائق في منظومة الدعم لغيف الخبز البلدي نمرة واحد لازم نعلم جيدا ان منظومة من اول استلام الاقماح للطحم للتوزيع الدقيق على المخابز للخبز لتوزيع العيش على المواطنين كلها منظومة مميكنة فعندما نتكلم عن ارقام نستطيع ان نطبع لحضراتكم كافة الارقام شهر شهر او سنة سنة وبالتالي احب بس واكد ما قاله دولة رئيس الوزراء وانا معايا الكشف مطبوع من الحاسب الآلي حتى الشهر اللي احنا فيه شهر خمسة يعني ناقص شهر ستة تم صرفه كعدد ارغفة تمانية وتمانين مليار تمنمية واحد وستين لما قيمنا شهر ستة كعدد البطاعة الموجودة والمعدل الصرف يطلع ميت مليار سبعمية تمانية وعشرين مليون رغيفة هذا الكلام ليس عد على ورق او تأرير من ادارات ده ده كلام بيتم المحاسبة فيه مع المخابز لسبب اجر رغيف الخبز بياخده يوميا وحضراتكم كلكم تحلموا بناء على ما يتم بيعه في الحاسب الآلي النقطة التانية الحقيقة التانية ان احنا بنستهلك حوالي تمانية ونصف مليون طن امح سنوي وحضراتكم عارفين ان احنا السنة دي او السنة اللي فاتت مثلا كنا مستهدفين ثلاثة ونصف جبنا ثلاثة واربعة من عشر مليون الباقي بيبقى مستورة حضراتكم جميعا تعلموا ان احنا لسه لم ينتهي بوسم الامح ان تم تحديد سعر الاردب للفلاح دعما للفلاح وتوجههم مع الحكومة في دعم الفلاح بالفين جنيه الاردب وحضراتكم عارفين ان الطن امارة عن ستة وستة من عشر داير في الحساب فنقدر نقول انه لما تضربها تطلع تلاتاشر الف جنيه تلتمية تلاتة وتلاتين لطن الامح عشان طن الامح ده يتحول دقيق في اجر الاجر حتى هذه اللحظة كما اكلمكم في العام الماضي وسوف يتم تعديله في واحد سبعة مع المطاحن ستمائة جنيه طحن الطن ثم بعد ذلك بيطلع الدقيق السبعة وتبانين ونص وبيتوزع على المخابر بحساب التكلفة كما كانت العام الماضي عشان بس الارقام تبقى متسقة كانت مية وخمستاشر ارش تكلفة الرغيف حساب التكلفة هذا العام بناء على الاسعار التي تم شراء الامح بيها وتقريبا متوسط سعر الامح في البورصة في العالمية يعني ما بين ميتين وسبعين وميتين سبعة وسبعين وفي توجه ازيد فحتى لحسن الحظ لما تحولها تجد انها حوالي برضو تلاتاشا الف تلتمية او تلاتاشا الف وربعمية يعني تقريبا اسعار الامح العالمية الان مع اسعار الامح المحلية لو قلنا تلاتاشا الف تلتمية تلاتة وتلاتين مش هنبقى مخطئين لما تحسب على هذا الرقم يطلع التكلفة الحالي المتوقع للعام القادم زي ما دولة رئيس الوزراء تفضل زي ما فقامت الرئيس قال مية خمسة وعشرين ارش للرغيف عايز اقول بس حاجة مهمة جدا وانا كنت لحسن الحظ موجود في هذه الوزارة من قبل وكنا في 2006 وكنا بنتكلم على ترشيد الدعم كان ساعتها رغيف العيش بخمسة ساغ وكانت التكلفة واللي يرجع للمزائنات اللي فاتت كانت عشرين ارش ولما كانوا بيقولولي نطلع لعشرة ساغ قلتولهم لا يعني نطلع لعشرين ارش ونحول دعم نقضي اما مش هنقعد نتحرك بالطريقة دي وهذا الكلام مثبت في مجالس الوزراء وموجود واللي يرجع لهذا الموضوع ولم نتحرك في هذا السهر توجها لما قاله دولة رئيس الوزراء الصح ان احنا نتحول للدعم النقضي المشروط حتى نرفع من الكفاءة وتكون كل الاموال في ايد المواطن اللي حصل تحول جزئي في بطاقة التموين اللي هي الزيت والسكر وتحولت لخمسين جنيه وصاد السلعة اللي يشتريها ولكن ما قاله دولة الرئيس النهاردة يدعم فكرة التحول النقضي المشروط لسبب ان هو مش هيبقى سابت وهيبقى متحرك بمعادلة سعرية سواء تدخل فيها التضخم واسعار السلع والامور ومن ثم كان لابد من اخذ خطوة النهاردة النهاردة لما نتكلم فاكرين لما اسعار العيش الحرة طلعت وقلنا وجينا هنا في مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء قاعد مع كل الجهات البعنية وقلنا التمانين جرام فاكرين بس التمانين جرام وهو لسه لغاية دلوقتي بمية وخمسين قرش بس عشان نبقى فاهمين احنا بنكلم على التسعين جرام بمية خمسة وعشرين بس عشان بس نشوف بس المواضيع مش هيزاي التمانين جرام الحر اللي احنا بنجري وراء المخابز الحرة حتى انها تنتجه وملتزمة حتى هذه اللحظة التمانين جرام بجنيه ونص فاحنا لما بنكلم على التسعين جرام اللي هو العيش البلدي بمية خمسة وعشرين اعتقد واضح جدا انه هو ده تكلفة فقط ما بقولش التاني بياخد هامش ربح هنا ده تكلفة فقط وبالتالي لازم الامور تبقى واضحة النقطة التانية وهي الهمة ودولة رئيس الوزراء وجه لها لترشيد الدعم الموضوع مش ترشيد للمواطن انا لما نتكلم على الخمس ترغفة بجنيه متأسف يعني جنيه يعني خمس ترغفة بجنيه يبقى برضو ببلاش نتيجة هم حقهم ستة جنيه وربا فهي خمس ترغفة بجنيه فلما قلت انا في الفين وستة كان بخمسة ساغ والتكلفة عشرين يعني كان الدعم يمثل خمسة وعشرين في المية من القيبة النهاردة لما حضلك تشوف العشرين قرش على المية خمسة وعشرين يمثل ستة عشر في المية يعني اذا الزمان كان المواطن بيدفع لكن كان يمثل خمسة وعشرين في المية لكنه بيدفع خمسة وسبعين الدولة بتدفع خمسة وسبعين في المية النهاردة الدولة بتدفع أربعة وتمانين في المية من التكلفة نتيجة العشرين قرش قصاد المية خمسة وعشرين تمثل ستة عشر في المية الخامسة ساعة القصادر العشرين قرش اللي كانت تكريفة حقيقية تمثل عشرين في المية إذن لا يزال الدعم أزيد مما كان نسبيا من قبل النقطة كمان مهمة جدا والسادة المشاهدين تسمعيني وإنتوا عارفين الناس بتستهلك أكتر ما هي بتاخد ليه نتيجة مفيش حاجة بخمسة ساعة وحضراتكم عارفين الناس بتنشف العيش وتبيعوا في العلف حضراتكم عارفين إن الناس بتنشف العيش نفسها أو الكسر أو كذا أو كذا وبتاخدوا من المخابز بأغلب كتير جدا من ما هو كعيش إذن هذه الممارسات بتؤدي إلى حاجتين زيادة استهلاك العيش نزيف في الموازنة العامة للدولة ومن تم تأثير سلبي على الناتج الاقتصادي الكلي المشاهد أصعب الأمور الأمور بسيطة جدا والناس سمعيننا إن ما تم عمل النهاردة أنا بقول نمرة واحد حتى يستمر الدعم نمرة اتنين هو حتى هذه اللحظة أزيد مما كان عليه في ألفين وستة وألفين وسبعة نمرة تلاتة كله في صالح المواطن حتى يمكن حسن استخدام وتقليل الفاقد من العيش البلدي بدل ما الناس بتاخد وش الرغيف بس متأسف أنتم عارفين أكتر مني نتيجة هو جابه خمسة ساعة روحة لنا عشرين رغيف وخلاص فالنقطة كلها أنا متأكد بس عايزة أقول ده بعد إذن مع دولة إذن الوزراء بالنسبة لمنظومة المخابز المخابز كلها شغالة زي ما هي لسبب هو ليس هناك أي تعديل الناس هتستلمت دي بتاحها الناس هتتحسب على الكمبيوتر بناء ما هو هتاخد هتاخد من المواطن بدل ما بتاخد منه خمسة ساعة هتاخد منه عشرين قرش وبالتالي ده هيبقى محسوب وهم السمعيني وعارفين جوه الحاسب الآلي وبالتالي حسابك فيه اليومي اللي كان بتحول لك هيتحول لك بالضبط زي ما كان بتحول لك فلا مساس بمنظومة الطحن أو الخبز أو التوزيع ولكن كلها معادلة داخل الحاسب الآلي حتى يمكن ضبط الحسابات وفي الآخر ما قرر ما قاله دولة رئيس الوزراء إحنا موجودين لدعم المواطن ولكن مع ضمان استقرار وإمكانية الحكومة على استمرار هذا الدعم أنا بشكر شكرا فان ممكن ناخد سؤالين لو حضركم تحبوا تفضل يا أستاذ أنا بس السؤال الأول عايزة أسأل حضرتك دلوقتي التحول للدعم النقدي والله يتم طرحه في حوار مجتمعي والحوار الوطني هل الحكومة يعني درست جزء معين يتعلق بالزيادة العبء على الموازنة فيما يتعلق بالتحول للدعم النقدي هل في أسر محددة هيتم يعني مثلا أربع أفراد ثلاث أفراد في الأسرة الوحدة الحاجة الثانية أنه طبعا الإجراءات اللي لاجئت لها الحكومة هي إجراءات يعني زي ما بنقول فرضتها المتغيرات العالمية هل في حماية للفئات الأقل دخلا يعني طبعا الزيادة ممكن ما تتناسبش مع دخل بعض الأفراد فهل في إجراءات هيتم اتخاذها لحماية الأفراد الأقل دخلا شكرا لحضر خليني أقول لحضراتك طبعا المنظومة إحنا عشان كده دل أنا بنفتحه للحوار لأن هناك كثير من التفاصيل هناك كثير من التفاصيل في هذا الموضوع تفاصيل زي طب هو هل هيبقى هو رقم مطلق للكل ولا بيبقى بيختلف ويتفاوت من أسرى الأسرة سواء بالعدد هو الأساس هيبقى سائل فرض الأساس هو الفرض الفرض نصيبه قد إيه يبقى رقم يبقى الأسرة لو عددها كذا يبقى حيتضرب في عدد الأسرة بس برضو لأي مدى لأي رقم من عدد الأسرة دي ممكن تكون بعض التفاصيل التي تتحط هل كل الأسر هتبقى مستحقة كل أرقام الدعم ولا بعض الخدمات أو السلع الأساسية أنا بقولها لحضرتك هذا هو ما أنا أطلبه من خلال الحوار المجتمعي وارد هذا الموضوع وأنا بأكد وارد أن هذا الموضوع نجده كرقم في البداية أكبر من اللي أنا النهاردة بشيله لكن في سبيل استدامة وحوكمة الموضوع إحنا كدولة هنكون مستعدين أننا نعمل هذا الكلام لأن ده الحالة الوحيدة اللي هتقضي على اللي إحنا فيه النهاردة النهاردة إن إحنا نبقى متخوفين شايفين سلع زي ما حالكم شايفين كده سلع بقى لأكتر من 30 سنة كله قاعد ومش قدر إن هو يقترب منها والأرقام عمالها تزيد بينما ممكن يبقى عدد كبير من الأسر وأنا متأكد من هذا الموضوع يقول لك مين اللي قال إن أنا عايز خمس ترغيفة بس أنا باخدهم لمجرد إن هو مدعومة لكن لو أنت أدتهم لي فلوس أنا ممكن أكتفي برغيفين وأوفر الفلوس دي أخذ بيها حاجة تانية أنا أحوك بيها كمواطن هو ده اللي إحنا عايزينه وده اللي أنا باستهدفه أو إحنا كدولة بنستهدفه في الآخر المواطن يبقى عنده رقم يقدر يستفيد منه تبقى اللي هو شايفه كأولويات إنما النهارده زي ما كان معالي الوزير المالية بيقول عشان الرقم موجود وإذا ما خدتوش حيدي علي طب أخذ العيش وشوف بقى أعمل بإيه أنا شفه أعمله أرجع أعمله أديه للدواجن عندي في البيت يعني حضركم عارفين كل الممارسات فيها لكن لما يبقى عارف إنه ليه رقم وبالتالي يقدر إنه هو بدل ما ياخد الخمس ترغيفه وخلاص يقول لك لا أنا أحسن لي إن أنا أخد رغيفين ثلاثة طب ده هيعمل إيه؟ حيقلل علي أنا كدولة فطورة استراد الأمحة لما لاقي بعد كده إن الاستهلاك بقى الحقيقي اللي هو فعلا المواطن محتاجه نزل عشرين في المية هقدر أعمل المبلغ ده مش هقلله ده بالعكس ده أنا حاخده أحطه في حاجة تانية المواطن عايزها ممكن تبقى في السلع التامونية إن أنا محتاج إن أنا أزود أكتر في السلع التامونية لإن المواطن احتياجه أكتر لازم بموضوع هو ده اللي أنا بنتكلم عليه كمنظومة دعم نقدي تبقى موجودة يعرف إزاي تعرف إزاي الأسر تبقى لكل أسرة وظروفها يقول لي أنا عندي الرقم ده أعرف أن أنا أعمل بيه دي النقطة اللي أنا بأكد لحضرتك إن إحنا رؤيتنا لهذا الموضوع إزاي وإن إحنا إزاي إن إحنا نعرف نتحرك فيه دولة رئيس الوزراء بعد التحية طبعا يعني حضرتك في المؤتمر طرحت طبعا ملف الدعم معروف إنه ملف شائق جدا بس سؤال بيطرح يعني زميلة يند مختار تحدثت عنه بمظلة الحماية الاجتماعية يعني بعد المؤتمر المواطنين هيسألوا حول ترشيد منظومة الدعم طب هنتوقف عند الخبز يا فنم ولا هيتم التطرق لملفات أخرى زي ما تمال حدث عنه قبل أيام بخصوص دعم الطاقة دعم الكهرباء كمان في نقطة مهمة جدا يا فنم يعني حضرتك تحدثت عن منتحدث عن ترشيد الدعم ما نتكلمش خالص ولا الحكومة طرحة موضوع إلغاء الدعم بشكل كامل هل الرقم اللي هيترشد بالدعم هيوجه للمواطن المصري في صور أخرى للدعم بنتكلم عن التعليم بشكل واضح بنتكلم عن الصحة بنتكلم على حاجات تارية الناس محتاجة تحس وتتأكد أن الحكومة لما بتعمل ترشيد للدعم هو في مصلحة المواطن حضرتك إحنا هنرشد هنا علشان الفئات الأقصر احتياجا تحصل على حقها اللي مش مستحق ما ياخدش ولكن أنا كحكومة برشد لك عشان إن أنا فيدك برضو لإن أنا يهمني أن أنت أخفف عني عنك المعاناة مش أزودها شكرا فانك خلينا أكد لحضرتك وبشكركم على هذا السؤال لحضرتك كل أستاذة هند برضو أثرته موضوع الحمال الاجتماعي هو التوفير اللي بيحصل زي ما أنا شرحته أنا هستخدمه هوفره بيه علشان أنا كدولة أقول والله إذا أنا هستخدمه أو هوفره أقلل بيه من الموازنة بالعكس تماما النهاردة أنا أريد أكد أننا فيه بالذات في موضوع الوقود والمحروقات إحنا كنا وصلنا لموضوع التوازن السعري زي ما أنا شرحت في 21 سنة 21 كنا في هذا التوازن حقيقة ما عنديش دعم محروقات بمية خمسة وخمسين مليار محطوطين السنة الجاي ما كانش موجود كان كل موجود ساعتاشر يمثلوا الأنبوب تلبوتاجاس طب الكلام ده مكن الدولة أنها تعمل إيه؟ في المرحلة دي أنك كنا بدأنا مشروحة يا كريمة وأنزل أعمد صرف صحي للقرى المحرومة منذ عقود من هذه الخدمة الأساسية أن أنا أبدأ أحط هذا الكلام في الصحة والتعليم زي ما حضرتك قلت لأن في الآخر الدولة هي مجموعة موارد الدولة أو أي موازنة لأي دولة هي موارد أنا مش بقلص هذا الموضوع عشان أقلل من الموازنة بالعكس عشان أخد هذه المبالغ أحطها لحاجات المواطن محتاجها وأشد احتياج لها حضراتكم تاني أنا بأكد أنا عايز بس أقول لحضراتكم رقم إحنا كل سنة مع زيادة السكنين اللي بتحصل عندنا محتاجين نبني حوالي من أربعين لخمسين ألف فاصل أبتكلم فقط على التعليم جدد جدد علشان بس العدد الأطفال الجديد اللي تولد ودخل طب هو تكلفة الفاصل قد إيه وهنا مش بأكلم على الفاصل اللي هو المربع لا حساب المدرسة كلها لما بقول المدرسة فيها أربعين فاصل يبقى المدرسة دي تكلفتها كام حضرتك الفاصل تضرب في مليون عشان يغطي بقية خدمات المدرسة يبقى أنا لما بأكلم أنا عايز أربعين خمسين ألف فاصل في السنة يبقى أنا عايز خمسين مليار جنيه لوحدها علشان أنشئ مدارس تتواكب مع إيه الزيادة السكنية اللي تحصلت أنا هنا ما بتكلمش على المدرسين اللي المفروض يتعينوا ولا رواتبهم ولا أي حاجة خالص عشان يعملوا هذه الخدمة طب أنا لو قدرت النهاردة أعمل نوع من الوفر هعمل إيه؟ هركز إن أنا زود وكثف من بناء مدارس بناء مستشفيات من الإسراع بإنهاء مشروعات زي الصرف الصحي اللي موجودة في حياة كريمة ده اللي أنا بتكلم عليه لن يكون هذا التخفيض أو الترشيد بسبب إن أنا أعمل وفر لنفسي كدولة الحاجة الأهم إحنا كل فترة مع كل يعني ما بنشوف الضغط اللي بيحصل وده اللي أكيد حضراتكم تابعتوه على مدار الفترة المتعاقبة كام مرة بناء على توجيه سيادة الرئيس تدخلنا بحزمة اجتماعية جديدة وحزمة حماية وإن إحنا بنبدأ ندخل بحاجة معينة من كلام ده كله أكيد بالتأكيد إحنا كدولة هنكون وعندنا هذا التصور ولكن إحنا ببساطة شديدة لازم نبدأ نتحرك بصورة كبيرة جدا ده اللي إحنا بنشتغل عليه وبالتالي في أي لحظة بنبقى شايفين إن هناك احتياج لتقديم حزمة اجتماعية الدولة ما بتتأخرش وبتتحرك فيها فده اللي أنا عايز أقوله إحنا بعيننا على كل المؤشرات دي وعلى كل هذه الأرقام وحنبدأ نتحرك في هذا الموضوع لكن لازم لازم أرشد هنا كلمة أرشد مش أخفض أرجو إن إحنا ناخد بالنا من التعبير الترشيد إن أنا أستخدم الموارد اللي الدولة عندها إزاي أعمل بيها أحسن استغلال ممكن أنا كلمة ترشيد مش معنها تقليل ده اللي أنا بأكد عليه أنا باخد الوفر اللي باخده من بند أحطه في بند تاني وأحط كمان أكتر منه فهو ده اللي إحنا بنتكلم عليه عشان كده لما كنت بتكلم على تاني بأكد عليه موضوع الدعم النقدي يدي هو ده المنطق أنا بقى كمواطن أبقى عندي الحرية عندي الرقم ده في حسابي باخده على كرت بينزلي كل أول شهر أنا شايف إحتياجات أسرتي وظروفها إيه أخده تموين ولا أخده عيش ولا أخده جزء كده وجزء كده وأخد حاجة تلتة معاهم وحاجة ربعة يبقى الكلام ده هو ده التفاصيل اللي إحنا عايزين من الحوار المجتمع يخرج لنا به الأليات دي تتحط إزاي في الآخر يبقى إيه الرقم المناسب اللي نبدأ به لكل مواطن هيبقى بيستفيد من هذه المنظومة عشان نقدر نتحرك في هذا الشهر دي الأرقام ودي النقاط اللي إحنا بنتكلم فيها النهاردة عدد المستفيدين من منظومة الخبز واحد وسبعين مليون واحد وسبعين أو اتنين وسبعين واحد وسبعين مليون والتموين اتنين وستين أو تلاتة وستين مليون فبالتالي إحنا نعي أن هذا العدد في احتياج للدعم وحيظل أن الدولة لازم تدعمه لكن هو بقى الكلام الأفضل له تبقى لظروفه ياخده كفلوس ويعرف يستفيد منه ممكن بالتأكيد هو ده اللي حيبقى الأفضل كحل مستدام للدولة المصرية في خلال الفترة الجاي آخر سؤال شكرا هو بس كان فيه استفسار يعني في حالة التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي هل من الممكن أن يصبغ ذلك تصنيف أو للحصول على الدعم بمعنى ودي نقطة مهمة جدا بمعنى أن هناك ناس أغنياء وعندهم بطاقات تموينية بياخد بها عيش هل يستحق ذلك من الممكن في ناس تستحق سلع غزائية ولا تستحق عيش والعكس أيضا في نفس القضية دي أمر مهم جدا جدا لأن حتى الآن يوجه لنا انتقادات أن مثلا عندي 71 مليون مواطن بياخدوا عيش بياخدوا عيش هل الواحد وسبعين دول مصر فيها 71 مليون مواطن عايزين نعيش هل الرقم ده حقيقي ولا في ناس بتاخد كده وخلاص المهم إنه عنده بطاقة دي حاجة الحاجة الثانية في نقطة برضو فيما يتعلق بدعم خاصة العيش هو هل ستكون هناك آلية للتعامل مع يعني في حالة مثلا زيادة التضخم أو ارتفاع أسعار السلع في الخارج مع الواقع هنا أنا بدي له دعم كاش أزوده ولا أقلله وهكذا شكرا هو ده اللي أنا بقوله لحضرتك يعني بالتأكيد أنا بأكد الكلام اللي حررتك بتقوله فيه في أعلى الناس النهاردة بتاخد هذه النوعية من الدعم وغير مستحقة نعم إحنا كنا قطعنا جهد وأذكر حضراتكم في تنقية البطاقات حضراتكم تتذكروا والدولة حطت معايير كثيرة جدا وأنا بشكر حضرتك أن انت فتحت هذا الموضوع وتحطت معايير وإزاي أن أنا أربط أقول ده مستحق ولا لا حتي على سبيل المثال اتحطت بعض حاجات طبعا الراتب وأحيانا كلنا عارفين إن بتبقى الرواتب ممكن ما تبقاش هي الواقعية والفعلية المسجلة لدين اتقال طب ناخد فاتورة استهلاك الكهرباء وده مقياس طب ناخد فاتورة استهلاك الموبايل طب ناخد إذا كان عنده عربية أو اتنين طب وهي موديل كام كل ده كنا بنحطه كمعايير وبتدينا بناء عليها نعمة تنقية لكن لما جينا نتو نذكر حضرتكم قبل موضوع كورونا وكان حصلت لما جينا عملنا خطوة وحصل عليها يعني نوع من الاعتراض أو عدم الموافقة من بعض الفئات وقالت انتو شيلتوا ناس مستحقة حقيقة للدعم وانتو كده خرقتوهم وكانوا المفروض أن هم يعني يفضلوا موجودين في الدعم وجدنا بعض الناس أنا بقل مش بعض حالات وليست بالقليلة من حد يحركوا مثلا إن مثلا إن البيت العداد الكهرباء ودي بالذات في الريف بتبقى موجودة هو عداد واحد للعمارة والعمارة فيها ثلاث شؤون وبإسم واحد فبيقولك طب أنا على الأرض طب أنا مش معناها كده إن أنا استهلكي كبير لا دانا دانا يدوبك ساكن في بيت والباقي دول إخواتي أو كلام ده بس العداد مسجل بإسم بعد موضوع الموبايل وجدنا إن في ناس الموبايل بالنسبة لهم هو الشغل هو بيشتغل سواء يعني يعني حضركم عارفين فيه خدمات كثيرة جدا خدمات توصيل الحاجات دي كله وهو دخله بسيط بس هو عتمواد كله على شغله من خلال الموبايل نفس الكلام بعد الناس العربية بالنسبة له مش رفاهية ده هي مصدر عمله فوجدنا إن فعلا إن في بعض المحددات بالرغم إن منطقية المعايير إن لأ ده فيه أوضاع بتوري إن لأ الناس ليها بعض الظروف الخاصة اللي تستدبع إنه لأ حتى لو هو عنده عربية أو حتى لو هو عنده موبايل واستهلاكه عالي لكن ظروفه إنه دخله مش بالرقم ده هو ده اللي أنا بتكلم عليه بقى اللي حرج بتقول عليه التفاصيل وإزاي نحط معايير بقدر الإمكان تبقى محاوكمة بتقول لي مين المستحق فعلا وإزاي إن أنا أديله هذا الدعم هو ده اللي إحنا نأمل فيه كل هدفي ليس تقليل الرقم يا جماعة لكن أنا كدولة محتاجي بقى عندي رقم أقول كده صراحة على الأقل نضام إن بنسبة 90% من اللي بياخد الدعم ده حقيقي مستحق ده اللي هدفي طب ممكن أبدأ أن أنا لقي إن الرقم اللي بدأ به أكتر من الرقم النهارده اللي بدفعه للعيش والتموين ومثلا أنببت البتجاز وبعض الحاجات الثانية ممكن لكن أنا بقول لها لحضرك طالما حبقى مطمئن إن هذا الموضوع في صالح المواطن المصري وبيوصل الدعم حقيقة للناس بطريقة صح وبقوا بياخدوا هذا المبلغ ويستفيدوا منه إحنا كدولة حنكون قبلين لكن كلنا عارفين كل اللي قاعدين هنا على التربازة دي والمواطن عارف إن فيه تجاوزات كثيرة جدا في المنظومة اللي موجودة حاليا وحلى مدار عقود هي ترقمت على مدار عقود وبالتالي كل ما بيبقى الموضوع متأصل ومتجزر وبقاله فترة طويلة كل ما بيبقى صعب قوي إنك تعرف تغيره لإن خلينا أقول بقت فيه حولها بمنتاز شفافية بقت فيه فئات مستفيدة من المنظومة القائمة وبالتالي بيبقى فيه مقاومة شديدة لأي محاولة للتغيير والتطوير عشان كده أنا بقوله لازم الموضوع ده يبقى جهد مجتمعي وجهد كلنا مع بعض بنوضعه ويبقى القيادة كمان ليه مش للحكوم القيادة للحوار المجتمعي والقليات المختلفة وهم اللي يشتغلوا معانا ويقولون لنا إن هم شايفين من وجهة نظرهم إيه اللي المفروض الأفضل للمواطن المصري آخر سؤال دولة رئيس الوزراء يعني سيادتك ذكرت على إن مصر الدولة محتاجة من 40 إلى 50 ألف فصل سنويا وده بيكلف الدولة حوالي 50 مليار جنيه ده جزء من احتياجات الدولة وده جزء من الدعم اللي بتقدمه الدولة لكل المواطنين حضرتك ذكرت جزء منه اللي هو في التعليم بالتأكيد فيه مجالات تانية كتير والخبز ده ملف من إحدى الملفات الهامة أيضاً اللي بتهم المواطن ونتكلم فيها سعدتك في طرح مجتمعي لتوجه الدولة لتحويل منظومة الدعم من دعم عيني إلى دعم نقدي حتى يستفيد المواطن لتقليق أعباء المالية ودون أن يتضرر محدود الداخل هل هناك يا فندم يعني ممكن يتم هذا الحوار المجتمع أن يتضمن المشكلة الأساسية والرئيسية في مصر عامة والتي تلتهم الدعم وتلتهم الاقتصاد ألا وهي مشكلة الزيادة السكانية وده شيء يعني مهما تعمل الدولة الدولة كل يوم بتحاول وتشتغل في كل المجالات في كهرباء في تعليم في خبز في كل المجالات لكن على الجانب الآخر فيه هدم وأنا آسف أني بقول كلمة هدم يا فندم وهي فعلا هدم من الجانب الآخر مش طرف آخر عدو لكن عدم التفاهم أن الدولة مهما تبنيه ومهما تعمل ساعتك رقم من 40 إلى 50 ألف فاصل سنويا عايز 50 مليار جنيه في ملف واحد الدولة هتجيب منين ده كل يا فندم بعد إذن سيادتك إحنا مش مدركين بمدى أهمية الزيادة السكانية وإن هي بتدمر كل الاقتصاد وكل جهود الدولة اللي بتعملها بداية من القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء والحكومة وكل المجهودات الجبارة اللي بتعملها في كافة المجالات أنا بشكر حضرتك على هذا الموضوع لإثارة أنه حنلف ونظر وحنلاقي إن هي دي المشكلة الأساسية لمصر أنا تاني حاولها لحضرتك تخيلوا إن مصر يعني ثابت ثابت عدد سكانها لمدة عشر سنين فقط يعني بقى عدد الموليد على قد عدد الوفيات زي ما في دول كثيرة جدا 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 وصلت لأ وبقت بيحصل تناقص إحنا ما بنتكلمش يا رب دايما نبقى بالبركة وموجودين لكن أنا بقول تخيلوا ممكن يبقى شكل الاقتصاد وكقدرة الدولة على حل الأعباء المتركمة لو النهاردة فعلا ثابت عدد سكان مصر ده لمدة عشر سنوات هقدر النهاردة عالج في العشر سنوات دي الفجوة الموجودة في المستشفيات في المدارس في الخدمات آه ده نعمل كل حاجة ما هو بحجم العمل والتنمية اللي احنا بنعملها كدولة وحرصنا ان احنا بنجري زي ما حضرتك بتقول في فترة بطريقة غير مسبوقة عشان نقدم خدمات وكان بيحصل نقد هو انتم بتعملوا كل الشغل ده ليه ما أنا بقول لحضرتك لو أنا النهاردة ادرنا نتخيل الموقف ان ما بقاش عندي احتياج ان أنا نتيجة لكده أنا عندي فجوة معينة من الفصول حطيت خطة ان أنا خلصها على مدار خمس ست سبع سنوات وفي نفس الوقت عد السكم ما بيزيتش يبقى معناها ان بعد نهاية هذه المدة أنا وصلت لإيه للعدد المثالي من المدارس والعدد المثالي من الطلبة جوه الفصول وتقديم الخدمات يبقى الدولة دي قدرت انها تحقق اعلى خدمة للمواطن نفس الكلام للصحة نفس الكلام لكل حاجة احنا بنقولها حنقول على حاجة معينة نصيب الفرد من قطرة المياه من المياه النهاردة يا جماعة يعني هذا الملف ملف المياه احنا شوفوا كل المشروعات لسيط الرئيس النهاردة بنشوفها واكبر محطات لمعالجة المياه الصرف الزراعي ومحطات الصرف الصحي وكل ده وكل ده لما نشوف ارقام لو استمرت زيادة سكانية لغاية عشرين خمسين الوضع يبقى مرعب للدولة المصرية طب حبقى بالجأ لإيه إيه البديل تاني اللي فاضل لي إحنا حنبقى واصلين إن مفيش نقطة مية بتنزل في البحر كل نقطة حنبقى بنعالجها ونعيد استخدامها طب مواردنا سابتة مش مواردنا معروفة طب بعدد السكان اللي بيزيد هيحصل إيه؟ مقدمناش غير بديل واحد تحلية مية البحر تحلية مية الوحر إنتوا حضركم بتتكلموا على عشرات بالمئة المليارات من الدولار عشان أنشئ محطات بحجم كبير وأعمل لها صيانة وتشغيل وده حيبقى يعني إحنا يعني إذا استمر هذا الموضوع ولازم المواطن يبقى شايف أنا بتكلم بس على موضوع المية وده بقى بره قدرات يعني معلش يعني لا مرتبط بأداء دولة ولا حكومة يعني إحنا بنزعم إن إحنا النهاردة في الوضع الحالي بنستنفس كل المشروعات اللي تمكننا إن أي نقطة مية النهاردة موجودة إزاي عرف أستغلها طب المستقبل حيبعمل إزاي كيف سنواجه هذه القضية هو ده فعلا اللي حضرك بتقول عليه طب بعد الدول عملت إيه معلش خلينا نتكلم بمنتال أمانة يا إما خدت مدخل شديد الحزم وأحيانا العنف في التعامل إن بيتحط رقم معين ولو حد تجاوز هذا الرقم بيتاخد ضده إجراءات شديدة العنف وحضركم من غير يعني ما تكلم على أمثلة الدول معروفة لنا كلنا وخدت إجراءات بهذا الشكل دول تانية ربطت الموضوع موضوع الدعم بعدد الأفراد يعني فيه أفكار كثيرة جدا ومداخل وتجارب للدول بهذا الموضوع وارد جدا وارد جدا وده اللي أنا بطلبه أيضا وإحنا بنناقش قضية الدعم كيف إن إحنا نوجه موضوع الدعم ده إنه يساعد فيه موضوع ضبط زيادة سكانية ودي ممكن تبقى فعلا أحد النقاط وإحنا بنحط المنظومة الجديدة نحط إزاي نشجع بيها المواطن إنه يعرف إنه طول ما هو يعني بيساعد الدولة في ضبط زيادة سكانية طول ما هو قادر إنه هو يستفيد بهذا الدعم بأفضل شكل ممكن أنا بشكر حضراتكم جميعا وألف شكر لحضراتكم وإن شاء الله بإذن الله مع بدء التطبيق ونعد إن شاء الله إن المنظومة هتمشي بنفس الطريقة اللي هي موجودة بيها ولن يحصل إن شاء الله أي تأثير في عملية خطوط التنظيم والتوريد شكرا لحضركم مشهدين من العاصمة الإدارية الجديدة كنا نتابع كلمة مهندس مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص منظومة الدعم قرارات مهمة مقترحات مهمة سنتحدث عنها ولكن العنوان الأبرز هو تنظيم أو حوكمة منظومة الدعم نحن نتحدث عن حوكمة منظومة الدعم ترشيد منظومة الدعم لن نتحدث بأي حال من الأحوال عن إلغاء منظومة الدعم أو التقليل من منظومة الدعم بما يحقق مستهدفات الحكومة مستهدفات الحكومة الأبرز هي تقليل الأعباء المالية عن الدولة وصول الدعم لمستحقيه أيضا استدامة منظومة الدعم والاهتمام بمحدود الدخل يتم التأكيد بكل شكل من الأشكال عن أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم وأيضا ترشيد الدعم وليس تخفيض الدعم إذن القرارات التي خلصة إليها الاجتماع الأسبوعي للحكومة نتحدث عن مقترح هذا المقترح سيتم طرحه أمام الحوار الوطني وذلك للبحث فيه وإيجاد صيغة تنفيذية لهذا المقترح المقترح عبارة عن تحويل منظومة الدعم من دعم عيني إلى دعم نقدي مرة أخرى المقترح هو تحويل منظومة الدعم من دعم عيني إلى دعم نقدي سيتم طرح هذا الأمر أمام الحوار الوطني لمحاولة إيجاد صيغة تنفيذية إذا تم إقرار هذا المقترح في الحوار الوطني في جلسات الحوار الوطني سيتم تطبيق أو اعتماد هذه المنظومة الجديدة في الموازنة المالية التالية في العام 25-26 هذا فيما لوصل بالمقترح فيما لوصل بالقرار وهذا قرار مرتبط بمنظومة الدعم للخبز قبل الحديث عن القرار الذي أقرته الحكومة اليوم في اجتماعها الأسبوعي أرقام مهمة وهي تتلخص في الدعم الذي تتكلفه الدولة في منظومة الخبز تحديدا يصل إلى 120 مليار جنيه يستفيد من هذه المنظومة منظومة الخبز 71 مليون مواطن مصري مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم تحريك الدعم في الخبز على الرغم من تضاعف تكلفته على الدولة الهدف هو تقليص طفيف للدعم التكلفة على الدولة هي جنيه وربع للخبز يتم بيعه بخمسة قروش القرار هو تحريك سعر بيع الخبز للمواطن المصري من خمسة قروش إلى عشرين قرشا مع التأكيد مرة أخرى على أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الاستراتيجية نحن نتحدث أو الدولة تتحدث عن ترشيد الدعم لا تتحدث بأي حال من الأحوال لا عن إلغاء الدعم أو تقليل الدعم وإلى الخبر الأبرز في هذه النشرة حيث أصدرت مصر والصين بيانا مشتركا عقب قمة رئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني تشي جامبينغ في العاصمة الصينية بكين حيث أشهد البيان بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات التي شهدت طفرة كبيرة في أسنوات الأخيرة في أعقاب تتشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما في العام 2014 لمنسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين فقد أعلن الرئيسان عن تدشين عام الشراكة المصرية الصينية والذي سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية وأيضا الاستثمارية والثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات التنائية في كافة المجالات كما ثمن الرئيساني توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمسة المقبلة في يناير 2024 وثمن الجانباني الدعم المتبادل لكل طرف للقضايا الأساسية للطرف الآخر حيث ساندت مصر والصين بعضهم البعض للدفاع عن المبادئ المشتركة والمصالح الجوهرية ووقف جنبا إلى جنب أمام التحديات العالمية المتعددة وعلى رأسها وباء فيروس كورونا وتدعياتها السلبية على الدول النامية وأكد الرئيسان على أهمية تحقيق التكامل ما بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع مبادرة الحزام والطريق والعمل المشترك على ضمان تقدم مشاريع التعاون المعنية ما بين البلدين بشكل آمن وسلس فيما ثمن الرئيسان التعاون المثمرة ما بين مصر والصين في إطار منتدى التعاون العربي الصيني ورحب بمخرجات القمة العربية الصينية الأولى في الرياض فيما ثمن الرئيسان كذلك التعاون والتنسيق المشترك بينهما في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي وأعرب عن ضرورة الاستمرار في تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي هذا وقام الرئيس عبد الفتاح سيسي بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول بالعاصمة الصينية بكين حيث قام سيادته بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري اشتركوا في القناة وإلى الشأن الفلسطينية حيث توصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حرب الإبادة الجماعية في قطع غزة لليوم السادس وسلفين بعد المئتين على التوالي وسط اشتداد الهجمات على مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطع وجباليا شمال قطع غزة وشنت قوات الاحتلال أحزمة نارية وغارات عنيفة على وسط مدينة رفح الفلسطينية حيث توقفت خدمة الاتصالات والانترنت في جميع أنحاء المدينة بالتزامن مع قصف الاحتلال وتوغل آلياته يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية والبينتاجون أن القصف الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية يعتبر عملية محدودة لطاق ويأتي ذلك في الوقت الذي تجاهلت فيه نائبة رئيس الأمريكية كاميلا هارس سؤالا عما إذا كانت الهجمات في رفح الفلسطينية تتجاوز الخط الأحمر هذا مشاهدنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من علاوين خلال مباحثات قمة مع نظره الصيني الرئيس سيسي يشدد على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة مبادرة الحزام والطريق والابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات تتصدر مجالات مذكرة التعاون المشترك ما بين مصر والصين والاحتلال يكثف غاراته على رفح الفلسطينية وواشنطن تعتبره لم يتجاوز الخط الأحمر وصلنا إلى ختم النشرة السالسة في تمام السادسة جولة إخبارية مقددة إلى الملتقى اشتركوا في القناة